سنقرأ لشهر 11 نوفمبر 22 عام 2023 سنقرأ للبرج صاحب الابتسامة الرائعة جدا كالسحر لديه طاقة إيجابية قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الحوت الرجاء من الجميع اللايك التجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل يا أصدقائي على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو سندوق الواتساب ومراتا بكتبه في التعليقات فاتمنى لك حد سعيد من كل قلبي شهر 11 بإذن الله تعالى وخصوصا أنك تجاوزت فترة كانت مش سهلة عليك كانت مليئة في العقبات والعراقيل وخصوصا أن هناك بعض الأشخاص اللي خيبوا آمالك وما كانوا قد الثقة اللي منحتهم إياها بالعكس تماما كانوا أشد الناس عليك وأيضا يحاولوا تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك بس نزاح الغباش عن عيونك وعرفت صديقك من عدوك لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث ستكون معنا بإذن الله تعالى حان وقتك استشعرون طاقة إيجابية رائعة جدا ستساعدك على اجتياز كل العقبات والعراقيل التي تواجهك ستتفوق على الجميع من حولك وتشعر في قوة الحظ تدعمك وخصوصا أنك ستقم بإنجاز يبقى واخر شهر 11 رائع جدا تفتخر به لتلقى اتصالات رائعة جدا من أفراد العائلة وأيضا أصدقاء المقربين اتقي شر من أحسنت إليه هناك شخص كنت تمده بيد العون وتساعده وعمرك ما رديته خائب هذا الشخص رح يبدل إحسانك في الإساءة ورح يحاول تشويه سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك ولكن صفحتك ناصعة البياض أقوى من مخططاته الفاشلة الفاشلة يبتسم لك الحظ وخصوصا مع الحبيب ستنجح بإنهاء كل الخلافات والمشاكل اللي كانت بينك وبينه بالفترات الماضية ورح تتحدثوا بأمور رائعة جدا حابينك وتعملوها مع بعض في المستقبل القريب حاول لنك تكثر مع الحديث بموعد الزواج وأيضا التجهيزات والمسكن لكي يظلوا على أهبة الاستعداد ودائما يأخذ الموضوع بشكل جدي يبتسم لك الحظ في الأمور الورقية وخصوصا في البيع والشراء إذا كان في موضوع معين غالي الثمن الفترة مناسبة وخصوصا لأسبوع الثاني والثالث الحظ يدعمك بهذا المجال والأشخاص اللي يتعاملوا في الأمور التجارية رح يحققوا صفقات رائعة جدا أكثر من ما بتوقعوا تعيد لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما الأشخاص المنفصلون تجاوزتم فترة كانت مش سهلة عليكم وتشعرون في الوحدة رغم كثرة الناس حولكم ولكن يا أصدقائي الضرب اللي ما بتكسر بتقوي ستحاول إثبات جدارتك أمام الأشخاص اللي من حولك لكي تثبت للجميع إنك قادر تواجه الدنيا بدون حبيب أو شريك هناك علاقة قديمة ستظهر من أول وجديد هذا الشخص كانت تربطك في علاقة رائعة جدا مليئة في الحب وأيضا التفاهم ولكن هذا الشخص انفصل عنك بدون سابق انذار وخيب آمالك وما كان قد هذه الوعود اللي أوعدك فيها سيحاول إنه يتواصل معك من أول وجديد إنه يبعث لك خبر مع أحد الأصدقاء المقربين من حولك أو يرن عليك من رقم غريب لا تأخذ قرار بشكل سريع جدا بخصوص هذا الشخص وخصوصا إنه خيب آمالك والبجرب اللي مجرب عقله يا صديقي مخرب اعلم يا صديقي يا برج الحوت لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال إنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها وراحت من أمامك تتاح لكم بعض الفرص الاستثنائية سيكون أغلبها أفكار خاصة حاول قدر المستطاع إنك لا تتردد ونفذها على العمل إثق تماما إنه سيكون النجاح حليفك وأكثر من ما تتوقع تشعرون بعض التراجع في الأمور الصحية تشعرون ببعض الآلام الغير اعتيادية وخصوصا آلام في الرأس وأيضا في الأقدام وفي المعدة هذه نتيجة تحركاتك الكثيرة اللي كانت بالفترات الماضية حاول يا صديقي يا برج الحوت بعد ما تنهي الأعمال المتراكمة عليك لا تتردد إنك تأخذ قصد من الراحة الكافي اللي كي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد نكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون مع صديقنا مولود برج الحوت هناك خلاف بين اثنين من أفراد العائلة ستتدخل بهذا الخلاف بهدف إنك تحل الأمور وتصلح هذول الشخصين على بعض ستنجح بهذا الموضوع الله يكثر عليك الأعمال الخيرية رح تقدر إنك تصلحهم مع بعض تيرجعوا مثل الأصحاب والإخوان المقربين تزداد روحانيتك واستتمتع برؤية واضحة من الأمور المستقبلية ستكون قادر من خلالها تحديد الأهداف التي تسبو إليها واستكون تحقيق هذه الأهداف أسهل من الكعك لأن الدروب سالكة ستحصل على مبلغ مادي جيد جدا سيدخل كتحسين على أمورك المالية سيكون أغلب هذا المال أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه ومن ناحية أخرى تزداد عليك أعباء الحياة من النفقات والمصاريف ستحاول ضبط ميزانيتك وأيضا أنك تخفض من هذه النفقات والمصاريف اللي ما إلها داعي من الأساس ستحاول لنكمل يا أصدقائي هناك أحداث كثيرة جدا تنتظر مولود برج الحوت أنا أحب كثير أقرأ لمولود برج الحوت لأنه شخص كثير أمور عنده رغم الحساد والأشخاص اللي ينظروا إليه نظرة الغيرة والحسد تأتيه الأمور حسب نيتو الصافية هناك ميول لترغية الحيوانات الأليفة مثل الطيور واشياء من هذا القبيل استقن روحانيتك عالي جدا مع هذه الحيوانات ورح تكون تعرف شو بدهم بدون ما يكون في وسيلة كلام يعني تقدر استطلع على هذا الحيوان تعرف إذا نجعان أو عطشان أو حاب يطلع في الشمس تشعرون بالثقة في النفس تشعر أنك قادر أنك تحقق الإنجازات وأيضا تحقق الأهداف البعيدة المنال بشكل سريع استغل هذا الحظ واتفع بمصالحك إلى الأمام أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بداية شهر 11 نوفمبر نوفمبر تشدين الثاني بعض الفرص الرائعة جدا في الأمور المهنية لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك للأشخاص اللي من حولك إثق تماما هناك العديد من الأشخاص رح ينعجبوا بهذه الأفكار ورح يتقربوا منك وهدفهم أن يكونوا معك أمور مهنية كشركات ورح يكون النجاح حليفك وأيضا الدخل المادي الجيد الأكثر من ما تتوقع تزداد نشاطاتك الاجتماعية اطلق العديد والدعوات إلى مناسبات سعيدة مثل عزومات الغداء وأيضا حفلات الزفاف ستقن بهذه المناسبات رائع جدا بقمة الجمال والأناقة لن تكون وحيدا بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك لهم أو منحهم الطاقة الإيجابية والمعجبون كثر حولك لنكمل يا أصدقائي نرى كيف الأحداث ستكون مع صديقنا مولود برج الحوت بس قبل ما أكمل يا أصدقائي بحب أعلمكم أنه أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر كمسابقة أما الأشخاص لما بحالفهم الحظ هذه المرة إن شاء الله بالأشهر القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الأشخاص الرابحين معي بهذه القراءة أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة قراءة كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى إذا فيه موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة لنقاش بشكل مباشر نتناقش فيها وإن شاء الله بنلاقي لها حل هناك بعض الخلافات بينك وبين رؤسائك في العمل وخصوصا إن هناك بعض الزملاء اللي ينظروا إليك نظرة الغيرة والحسد حاول قدر المستطاع إنك تنهي كل الأعمال المتراكمة علي لكي لا تجعب فخ المسؤولية كل الحب التقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أفضل بإذن الله تعالى